ولد الشامي خمسمايو 1988 خارج مصر أمضى تعليمه الأساسي بالخارج ومع عودة والديه لمصر اختار المجال الإعلامي كي يكون عمله الحياتي تخرج الشامي في كلية الإعلام بجامعة السادس من أكتوبر دفعة 2009 ثم تزوج من جهات وللوهلة الأولى من النظر للصور التي تجمع عبد الله بزوجته تشعر بمدى ارتباط بعضهما بالبعض انتقل بعد ذلك للدولة التي نشأ بها مصر ليكون منها مراسلا لشبكة الجزيرة الإخبارية في نيجريا وأيضا لوسط وغرب إفريقيا كان عبد الله على شعور دائم بأهمية وخطورة عمله إلا أن الأمر تغير في مصر عن المعتاد بعد انقلاب الثالث من يوليو ومع اعتصامي رابع العدوية وميدان النهضة أرسلت إليه شبكة الجزيرة ليكون مراسلها بحكم كونه مصري وكان ذلك في أواخر يونيو 2013 يقال أن الشخص قد يولد مرتين باعتقال الشامي وتحديدا في 14 أغسطس من ذات العام بدأت رحلته وكالكثيرين لفقت التهم المحددة والمعدة سلفا من قبل السلطات المصرية لعبد الله الشامي في سجون العسكر لكن الأمر هنا اختلف كثيرا حيث أصبح مصدر إزعاج للنظام برمته رغم ذلك لم يتغير الأمر كثيرا واستمر تجديد حبسه مع انتهاء الخمسة عشر يوما يجدد له خمسة وأربعون آخرون وهكذا وبعد أكثر من خمسة شهور من الاعتقال بغير سبب وسوء معاملة إلى حد أنه في بعض الجلسات لم يحضر القاضي من الأساس اختار الشامي معركته معركة الأمعاء الخاوية بدأ الشامي في إضرابه بداية من 21 يناير 2014 كمعركة أخيرة مع السلطات المصرية استمر تجديد الحبس مرة أخرى بل وتم منعه من الخروج من محبسه أضف إليه تنقله من سجن إلى سجن آخر إلى أن وصل إلى المكان الأسوأ سمعة بين معتقالات الإنقلاب سجن العقرب وأجبر على الحبس الانفرادي هناك وتم تهديده بسبب إضرابه عن الطعام وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير وأمضى أكثر من الأربعين فوق المائة يوم من الإضراب المفتوح منها سبعة أيام متواصلة من غير شربة ماء رو صعبا إذا حكمت أن كل ما فعله عبد الله لدفاعه فقط عن كلمة الحق لكن ربما الأمر الأهم هو فراقه عن حبيبته تقاسم كل شيء في الحياة إلى حد امتناع الزوجة جهاد عن الطعام وبعد أن قارب الطير المغرد عاما من الحبس داخل السجون دون إثبات لأي تهمة اضطر هشام بركات النائب العام وتحديدا في السادس عشر من يونيو للإفراج عن عبد الله الشامي بعد قبول تضل وفرادي حركت رغم العدل الانفراضي سبعة عدل الانفراضي حركت رغم كل الأكاذيب والتطيقات اللي ينسوا علي وآلهم مش مضرب ليتوج عبد الله وزوجته جهاد بقوة إرادتهما في مشهد أسطوري يفوز فيه شخص على ظلم دولة بعزيمته لتعود الروح المشتاقة إلى سكنها عبد الله الشامي قلب يظل على أفكاره ونفس لعبها الكد والتعب